أكد وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي أن التجربة المصرية خلال سنوات العشر الأخيرة وما أحدثته المشروعات القومية الكبرى تمثل طفرة تنموية كبيرة جاء ذلك خلال كلمة وزير قطاع الأعمال العام في افتتاح ملتقى بونات مصر في دورة التاسعة والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء بعنوان فرص الشركات المصرية في مخاططات التنمية الإقلمية بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية وبمشاركة بفود عربية وأفريقية وممثلي شركات المقاولات والتطوير العقري ومؤسسات التمويل